من مرجعيون تنم إلينا مراسلتنا جويس الحاج خوري توتر وقص متبادل مستمر على الحدود جويس ماذا في آخر التحديثات؟ في الواقع وعد وطيرة التصعيد على هذه الجبهة مستمرة بأن تكبر هذه الكتلة من الاعتداءات الإسرائيلية وإنما أيضا العمليات التي ينفذها حزب الله أيضا تتوالى البيانات بشأنها كان آخرها قبل قليل ما أعلن عنه حزب الله وما كنا قد تبعناه من خلال تواجدنا هنا عند الحدود من قصف بصليا من صواريخ الكاتيوشة استهدفت مربض الزعورة هذا المربض الذي كان يستهدف اليوم بقصف مدفعي منطقة الخيام بشكل مركز وإنما أيضا منطقة كفرشوبة التي استهدفت بالقصف المدفعي عمليات أو اعتداءات الجانب الإسرائيلي بدأت فجرا مع هذه الغارات التي استهدفت أطراف المنصوري واستكملت حتى هذه الساعة بغارات أيضا على حولة وعلى عيت الشعب وإنما أيضا بقصف مدفعي مركز طال العديد من القرى والبلدات الجنوبية إن كان في القطاع الغربي أو القطاع الأوسط حيث استهدفت عيت الشعب بأكثر من عشرين قذيفة إضافة إلى ما شهدناه هنا في الخيام وكفرشوبة ورشية الفخار تستمر إذن هذه الاعتداءات قبل قليل أيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية بصواريخ دراجة نارية على طريق عام المنصوري البياضة في قضاء صور المعلومات الأولية تشير إلى سقوط جريح وشهيد في هذا الاستهداف والجريح تقول المصادر الطبية للتلفزيون العربي إن حالته حرجة وبالتالي كل هذه التطورات الميدانية سيرد عليها ويرد عليها حزب الله تباعا وبالتالي نحن أمام مزيدا من العمليات هذا اليوم أمام مزيدا من المواجهات خصوصا وأن هذه المواجهات تأتي بعد أيام تشهد فيه المنطقة الجنوبية تصعيدا لافتا إن كان بالغارات أو بالقصف المدفعي أو بالمسيرات والاستهدافات التي تحصل من خلال المسيرات والشهداء الذين يسقطون والجرح جراء هذه الاعتداءات كلها يرد عليها تباعا حزب الله اليوم رد في أحد عملياته حزب الله على الاستهداف الذي طال شقة سكنية يوم أمس في النبطي عاد أيضا ورد على عمليات الاستهداف التي طالت الخيام وعيد الشعب ومع سقوط المزيد من الجرح والشهداء ستكون هناك أيضا المزيد من العمليات التي يشنها حزب الله قبل قليل ثمانية صواريخ أطلقت من القطاع الأوسط باتجاه أحد المواقع الإسرائيلية في استكبال للرد على الاعتداءات المستمرة من الجانب الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية ولكن هذا الصياق المستمر منذ أكثر من أسبوع من التصعيد يرخي بظلاله خوفا هنا من أن يكون هناك مزيدا من الاعتداءات توسيع لرقعة هذه الاعتداءات التي باتت تستهدف بشكل مكثف منطقة صور وضواحيها وبالتالي نحن أمام مزيدا من الساعات التي سيكون فيها العمل العسكري هو سيد الساحة هنا وعد أشكرك جويس الحاشخوري مراسلة العربي كنت معنا من مرجعيون جنوب